بسم الله والصلاة والسلام والاشر في خلق الله سيدنا محمد نستكمل مبادعناه شابطة نمبر فور وورك فاور انرجي الشغل القدرة الطاقة لو خدنا احنا صور صورة اخرى من صور الطاقة احنا تناولنا الكرينتك انرجي حناخد اليوم ان شاء الله كده يعني مرة دي بتركيز البوتينشيال انرجي ليفتنج ماس اد اكو نستانت سبيد احنا لو احنا ليفتنج ماس يعني نرفع على كتلة رفع كتلة بسرعة ثابت جدا بفرض قالت انك التي ترفعت كتلة الى اعلا بسرعة ثابت اكا نستسبيد بسرعة ثابت بسرعة ثابت معنا schleدا دلتا في مراحل زراجل دون PLTLo det Esana بذلك معدل تغير ديع سرعة تغير بعض وأرض أخرى معدل تغير وكأنها التي ستيجها اليوم واحدة فإنك عندك constant speed هذا معناه انه سرعة ثابتة ده معناه ان معدد تغير في سرعة سابقة معدد تغير في سرعة سوى 0 وكائناتك اينارجي بتعتمد على سرعة معدد تغير سرعة بسوى 0 يبقى بردو الدلتا كي بسوى 0 معدد تغير في الكائناتك اينارجي بسوى 0 السؤال what does the work equal now الشغل بيسوي كام انت عندك رفعت كتلة الى اعلى والكتلة دي رفعتها بسرعة سابقة الشغل المفضوط بيسوي كام هي خطوتين since you are lifting at a constant speed لانك انت بترفع بسرعة سابقة your applied force القوة بتحتك المطبقة equals the weight of the object you are lifting يبقى في هذه الحالة القوة المطبقة بتساوي weight اللي بيساوي الوزن يبقى الف تساوي مين تساوي الوزن since you are lifting you are raising the object a 13 y displacement or high above the ground عشان انت بترفع يبقى انت بترفع الجسم ده مسافة او ازاحة مقدارها y او ارتفاع مثلا مقداره h فوق سطح الارض الشغل معروف لنا ان الشغل بيساوي الwork بيساوي قوة في مسافة قوة في مين والمسافة والقوة اتفاقنا عليها بيساوي الوزن ال f بيساوي m g له الويت الوزن الجسم ده تمام وال x بيساوي y او h displacement او ارتفاع يبقى الشغل بيساوي قوة في مسافة ادي القوة و ادي المسافة h دي بيساوي حاجة اسمه potential energy ال u is potential energy طاقة الوضع طاقة الوضع طاقة ايه الوضع الشغل بيساوي معدل التغير في طاقة الوضع delta u delta a u يبقى بيساوي m g h minus m g h يعني انت رفعت جسم ده رفعته من ارتفاع مثلا مقداره h و رفعته الى مسافة مقدارها h ده الوضع جريد هنا طاقة الوضع بيساوي عند المكان ده m g h و عند هذا الوضع m g h note الفرق بالتنين يبقى m g h minus m g h note ده مقدار التغير في طاقة الوضع و when you left an object above the ground it's said to have potential energy يبقى انت لما ترفع الجسم ده فوق قصطها الارض بترفعه يبقى في هذه الحالة يبقى انت هذا بيسمى طاقة الوضع ال potential energy الوضع بيساوي الدبليو الفرق يؤدي عبارة على خسار الـ Potential Energy. Since this man is lifting the package upward at a constant speed, the kinetic energy is not changed. لأن هذا الجسم يرفع مجموعة من الكتل ويرفعهم إلى أعلى. وبسرعة ثابتة في هذه الحالة, the kinetic energy is not changed. لأنه عندما يكون السرعة ثابتة في هذه الحالة Delta V ومعنى دلتاكي بـ zero. هذا معنى constant speed. there is not change. there is not change in the mean kinetic energy. يعني ضغط الحركة تتغير. therefore the work is that he does go into هذا يعني أن الشغل الذي يبوزل تمام into what is called the energy of position or potential energy. يبوى الشغل في هذه الحالة اللي هو بذل الرجل ده سيكون في صورة طاقة وضع أو اللي هي potential energy طاقة الوضع تمام؟ طاقة الموضع أو طاقة الوضع. all potential energy is considering 2P energy that is stored. كل طاقات الوضع هي نوقف في الاعتبار أنها طاقة محفوظة stored محفوظة. هنا F force depends on distance لو كانت القوة تعتمد على المسافة delta PE بساوي minus Fx التغير معدد التغير في ضغط الوضع بساوي minus F قوة في معدد التغير في المسافة for gravity near أنا عندي هنا هذه YI لو طبعا الجسم ده بيحصله downward بينزل تمام عكس الأولاني بينزل في هذه الحالة ده معناها نقطة النهاية أقل من نقطة البداية نقطة البداية أكبر عكس المرة الأولية لما كنت ترفع عندما ترفع من موضع أولي لموضع لموضع نهائي يبقى الطاقة النهائية final potential energy أكبر من initial potential إن العكس جسمي يسقط يبقى downward هذه المسافة الأولينية YI أو HI تمام؟ وصل لغاية YF تمام وصل لغاية وصل لغاية وصل لغاية وصل لغاية For gravity near earth's surface يعني بالنسبة للجاذبية وصل لغاية من سطح الأرض وصل لغاية وصل لغاية وصل لغاية وصل لغاية وصل لغاية ف Some Sum and that's The potential energy given to the package بي ما هي الطاقة الموضع المؤطة لكتلة exactly مسافة والكتلة كتلة رفعة الreative من سطح Hamilton Abdul كالح spoilers تبزيز الشغل. الشغل يروح فين؟ الشغل ده يروح بطاقة والطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم كيف تأخذنا قبل هذا؟ الطاقة تروح فين؟ الطاقة توقض للكتلة التي ترفعتها طاقة محفوظة لأن نقوم بطاقة المحفوظة نعود لعضو البيئي كتلة في تسارع الجاذبية في ارتفاع الكتلة كام؟ التسارع الجاذبية 9.8 or approximately 10 meters per second square والارتفاع كام اثنين في الاخر المين؟ 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 المين؟